اشتركوا في القناة مناسبة لمشروع فهي غير مكلفة وكما كتشوفوا هنا بعد ما كانت ويوها كانت دو سنسلا بهذا الشكل غير ما تحصلوا على حقيبة كما قلت لكم أنيقة جدا يمكننا نهزوها معنا في السيارة وكذلك يمكن نهديوها كهدية الأقارب ديالنا فكما كتشوفوا بعد ما تويناها كانت حصلوا على هاد الحقيبة صراحة أنيقة جدا أنا عجبتني بزف وقلت نشاركها معكم وفيها هاد الجيب اللي يمكن لنا نضيفه فيها كذلك المصحف الآن غندوزل طريقة ديال صنع هاد الحقيبة فاحنا غنحتاجوا هاد السجادة من بعد غنقلبوها وغنحتاجوا كذلك أي جلد فأنا جبت هاد الجلد وقطعتوه عبار ديال السجادة بهذا الشكل كما كتلاحظو وغنحطوه يعني مقلوب هاد الشكل كما كتلاحظو على السجادة ديالنا من بعد نطوي وهاد الطوية نتبعو معايا طريقة يعني في الوسط تشكل بعد ما نقضوها يعني نتبعوها بهذا الطريقة بعد نجيبو هاد الطرف نجيبو الطرف الثانية نفس الشيء يعني هادي هي الطوية اللي غتكون عليها السجادة الآن غنطويوها بهذا الشكل على جوج فكانت حصلو على هاد الشكل يعني هذا هو المقيس اللي غتكون عليه السجادة ديالنا فالآن غنجيبو باش نترسيوها يعني غنطرسيوها بهذا الطب الشير لأنه ما غدش يبالينا القلم في هاد الجلد هنطبعو هاد الأطراف بتشكل كيما كتلاحظو فهاد الأطراف هما اللي غاركبو فيهم يعني السنسلا ديالنا أو السحب كيما كيسميوها بالبعض فكيما كتشوفو بعد ما طرسيتها هنحلوها كيما شفتو أنا كنت حطيتها بالشكل المقلوب فالآن من اللي غنفتحوها كنتحصلو على هاد الطرساج فهنايا كيما كتلاحظو هنا غنركبو السنسلا ديالنا الآن غنحاولو أنجيبو الوسط ديال هاد المستطيل باش نعرفو يعني منين غنبدو السنسلا ديالنا بعد ما كنتويو هاكا على جوج حاولو أنتويوها على جوج هاد الشكل كيما كتلاحظو فهدا هو الوسط ديال المستطيل ديالنا الآن غنجيبو طرساج ديالنا ونتراسيو هادك الوسط ديالنا هاد الشكل هنتراسيو هاد الشكل هنعود ونفتحو الجلد ديالنا هاد الشكل وهنايا كيما قلت لكم هتتركب السنسلا هتكون من نام الوسط من بعد كنجيبو هاد الطرف ديال الجلد اللي هو غايكون نصف ديال المستطيل كيما كتلاحظو فهنا أعبرته من قبل يكون بهاد الشكل وغنطرسيو هاد المكان يعني المسافة اللي احنا بغيناها وكنقطعوه بهاد الشكل كيما تلاحظو فهنايا غتتركب السنسلا أو السحاب ديالنا فهدا غيكون عبارة عن جيب لحقبة ديالنا كيما شفتهو في الفيديو السابقة كنت حصلوه على هجوج الأطراف من بعد ما قطعناها أنا غنجيبو السنسلا ديالنا نريلكم الطريقة هيا كتركب عادية هاد الشكل هنخيطوها هاد الشكل كيما كتلاحظو فهدا غيكون عبارة عن جيب السنسلا طويلة غنحاول ننقسم منها باش غتناسبنا الحجم ديال الجيب الآن يعني كما كتشافو هنا هي كيك تحل هنغاندوزو باش نشرح لكم الطريقة ديال التركاب ديال السنسلا اللي غتضور اللي هي مهمة هادي اللي غتضور يعني غتكون ديال السك فهنا هاد السنسلا نتابهو معي مزيان هي كتركب بالعكس يعني الوجه ديال السنسلا هاد الوجه كيكون لتحت ردوه لتحت كيما اطلحتو وكنخيطو مع الترسج ديالنا السنسلا كندوروها مع هاد الشكل نفتحوها وكندوروها فالتخيط مننا ندوروها ثانوصلو للواسط الواسط را كنا ترسينا كيما شفتو في الفيديو نفس الشيء مننا هاد جياء كنترسيوها فكنوصلو عند الطرف الاخر ديال السنسلا وكيما وتلكم كتكون السنسلا على الوجه ديالها الآن غندوزو الطريقة ديال الخيطة نخليكم مع الخيطة ورجعو نشوفو النتيجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهذه هي النتيجة وهذه هي الحقيبة ديالنا كيما كتشوفوه فهي صراحة انيقة جدا كيما كتلاحظوه اه هنا يا هاد الجيب الليم كلينا نديرو فيه اه مصحف مثلا كما هذا كذلك السبحة فكنتمنى ان الفكرة تنال اعجاب ديالكم وطبقوها واخيران ما بقى ليها الى نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناة واتفعل الجرس باش توصلوا بكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكراب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جديدنا